حلقتنا بتتابع وحلقتنا بتوصل على المش مسموح وبس يكون مش مسموح له عليه أبو ولادنا بيصير مش مسموح أبدا وخاصة إذا كانوا البصاتي اللي نقلين ولادنا منهم مجهزين كتير من هون بنطلب نحن من المدارس أولا ومن الأهل أولا وتانيا وتالتا دائما يتأكدوا أن البصاتي اللي بتنقل الأولاد مجهزة بأحزمة أمان خاصة لولاد الصغار يعني اللي بيروحوا على الكندرغاردنز والولاد يلي إذا اللي سمح الله صار في أي استضام ما عندن الإدرة بدنية يتحملوا الامباكت أو يقدروا يتهدوا بالبارز اللي موجودين داخل البصز فضروري أنه من جهة يكونوا البصات من الداخل مجهزين صح والبصات من الخارج مجهزين صح يعني كمانا السي أو تو اميشن تبعولهم مزبوطين كتير لأنه الولاد هنا عم بيطلعوا وينزلوا مش مضطرين يشموا تلوس البصات دوليبون جديد كل الوقت وفعالة ميكانيكيا كل الصيانة معمولة سكول واسز هي شغلة كتير مهمة دايما بنطلب من المدارس ومن الأهل يتأكدوا من فعاليتها ومن أنها تكون أبتمل أو بأحسن طريقة بكل الوقت لأنه عم تنقول بكل بساطة أغلى شي عنا عجبك هالفيديو؟ عمله لايك وشير مباشرة وإذا حابب تتابع كافة انتجات موتورشو اشترك على القناة هلأ اضغط على سبسكرايب اشتركوا في القناة